يهدي الأرواح يهدي الأرواح بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع سحر القرآن في استعراضي لسحر القرآن كنت منذ عدة سنين وأنا أحضر في معاني إعجاز القرآن وسجلت أشرطة في ذلك وما زلت أبحث في سحر القرآن هذا الذي بهر أهل اللغة وأهل القانون وبهر كذلك أهل العلم وأهل الفلسفة في كل جوانب العلوم الإنسانية نجد أن للقرآن سحرا ليس كسحر البشر التافه هذا وإنما سحرا يسيطر على العقول والقلوب وكنت أظن أني انتهيت من التحضير لنا عدة سنوات لكن لما جئت لهذا البرنامج قلت خلينا أجدد يعني وإذ بي أكتشف المزيد والمزيد وأرى في أقوال العلماء وفي كتوبهم أشياء لم أعرفها من قبل ولم تخطر على بالي من قبل وفكرت هل يمكن أن أوصل سحر القرآن لجمهورنا الكريم في ثلاثين حلقة فقلت لا يمكن فاكتفيت في هذه الحلقات بالسحر البياني للقرآن وجزء من هذا السحر البياني للقرآن ولعلنا نلتقي إن شاء الله في حلقات أخرى مع إعجاز القرآن من ناحية العلمية الفيزياء والرياضيات وغيرها فنحن معكم ومع الإعجاز البياني للقرآن الذي أسميناه سحر القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله عندما نتأمل في سحر القرآن مرة أخرى وجدت أن كل كلمة ساحرة يعني أنا لي كباقي الناس يعني أحرص على أن أقرأ شيء من القرآن لكني عندي حرص أن تكون لي عدة طرق في قراءة القرآن أنا شخصيا أحب أقرأ القرآن بثلاثة طرق الطريقة الأولى هي أني أنهي صفحات حتى أحاول أن أختم القرآن وهذا شيء إن شاء الله طيب ونشجعكم عليه لكن لي قراءة أخرى للقرآن قراءة متأنية أحاول من خلالها أن أستشعر المعاني وأتأمل في الكلمات وأنظر للجملة وأعيش مع القرآن جربوها يعني إياكم أن تكون قراءتكم كلها للقرآن هي إنهاء صفحات اقرأوا القرآن لإنهاء صفحات حاولوا تختموه مثلا كل شهر مرة لا بأس لكن لتكون لكم قراءة خليها تاخد سنة لا مانع لكن عيشوا مع القرآن وتأملوا في كل كلمة وإذا في شيء ما فهمتوه استعينوا بكتاب تفسير و المفردات قرآن يقول الطبري عجبت لمن لا يفهم القرآن كيف يتلذذ به و عندي قراءة ثالثة للقرآن أحاول من خلالها أن أستنبط وأستخرج القوانين هناك قوانين تحكم البشرية غير القوانين للكون في قوانين للبشر هذه من إعجاز القرآن هذه القوانين فأحاول أن أقرأ القرآن لاستكشاف هذه القوانين واستنتاج هذه القوانين و تلك الأيام نداولها بين الناس قانون ما في أمة ستسيطر على كل البشر أبد الأبدين ستتبدل سيادة الأرض بين الناس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذا قانون قانون يسيطر على حياة البشر فحاولوا أن تقرأوا القرآن أيضا لاستكشاف القوانين التي هي في النهاية تعليق على قصة و على سرد لعدد كبير من الآيات حتى يصل إلى النتيجة الحكم فهذا من جمال قراءة القرآن سنأتي إلى هذا إن شاء الله في حلقات قادمة لكني في هذه الحلقة أكمل ما بدأته في الحلقة الماضية عن المفردة القرآنية الكلمة القرآنية طبعا يصعب أن نمسك كل كلمة و نظهر جمالها و ذلك أنا اخترت لكم مما كتبه سادتنا العلماء بعض هذه المفردات القرآنية خلونا نتأمل مع بعض جمال كلمة أفرغ في قوله سبحانه و تعالى ربنا أفرغ علينا صبرا أفرغ يعني كأن في إناء يفرغ في إناء ثاني فيفرغه و الإناء الثاني يصبح مملوء إذن كأن الدعاء هنا يقول يا رب أفرغ علينا صبرا يعني صب الصبر داخلنا فتأملوا ما يثيره هذا المعنى كلمة أفرغ في النفس من طمأنينة يحس بها من هدأ جسمه بما يلقى عليه هذه الراحة تشبهها تلك الراحة النفسية التي ينالها من منحبة الصبر الجميل وهذا من دقة القرآن في استخدام الألفاظ هذا الاستعارة أفرغ توحي باللين و الرفق عند الصب أفرغ يعني صب بهدوء فالله سبحانه و تعالى يستعمل هذه الكلمة فيها حديث عن الصبر لكنها من رحمة الله عز وجل بينما لما يأتي الله سبحانه و تعالى يستخدم موضوع العذاب ماذا يقول يقول صب فقال عز وجل فصب عليهم تجدها في قوله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب صب فإذا هي موذية بشدتها أفرغ هادئ لينة صب فيها قوة و شدة و قد يزداد الامر و يشتد الامر المعنى و يوضوحا في النفس و يقوى لديه قوة تجعل الإنسان سبحان الله لما يوقف الإنسان عند الكلمة يحس بمعناها يعني خلونا ناخد مثال لما الله سبحانه و تعالى يقول إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية هنا قصة تكلم عن قصة نوح عليه السلام لما انتشر الماء الطوفان و سيطر على الأرض و ملأ الأرض كلها عند ذلك حمل الله سبحانه و تعالى نوح عليه السلام و المؤمنين معه و زوج من كل حيوان في السفينة التي تجري انظروا أنا يعني لما وقفت عند هذا التعبير القرآن عجيب طغى الماء طغى هنا كان الطغيان المؤذن بالثورة و الفوران يشبه الله سبحانه و تعالى به خروج الماء عن حده لما فيه من فورى و اضطراب طغيان الماء طغى سيطر فكأن نشعر بمعنى الثورة ممكن نأخذ هذا على نسق آخر جاء في قوله تعالى و أما عاد فأهلكناهم شو بل الله سبحانه و خاصة لما يتكلم عن يعني قضايا العذاب استعمال الألفاظ عجيب جدا جدا و أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية لاحظوا الكلمة هنا صرصر عجيب هذا الاستعمال فأنا سبحان الله حتى قبل أن أقرأ كتب البلاغة قبل أن أقرأ كتب البلاغة بكلمة صرصرة هذا اللفظ نفسه يشعرك بأن كأن في صرير في شيء يحتك بشيء و يدمر هذا من الاستخدام استخدام الألفاظ الموضوعة للدلالة على الأمور الحسية و استبدالها بالأمور المعنوية فتصبح أمر معنوي يصبح حسي ملموس و هذا تجده كذلك في قوله تعالى و الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون أنا لما كنت صغير في السن و كنت أقرأ هذه الآية كنت هكذا خيالي الساذج كان يوحي لي أن الشعراء يروحون في الصحراء و يمشون في الوديان ضايعين في كل واد يهيمون الآية تقول و أنهم في كل واد يهيمون لكن ما كبرت و بديت أفهم شيء من هذه المعاني هنا استعملت كلمة الأودية اللي موضوعة أصلا للدلالة على المنخفض بين المرتفعات للدلالة على أنهم يهيمون في أنواع المعاني و في مشارب القلوب فيضيعوا عن الحق مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل إن شاء الله يهدي الأرواح يشهي الأترى هذا القرآن نور وطاق من أرواح يشهي الأترى هذا القرآن نور وطاق ما زلت معكم و مع سحر القرآن و المفردة القرآنية أنا لما كنت أقرأ في القرآن مرة أخرى يعني سبحان الله الإنسان مع استمرار تعلمه و حرصه على أنه يعني يظل يتعلم إلى أن يموت اللي يظن فينا أنه قد علم فقد جهل و أطلب العلم باستمرار فأذكر أنا لما كنت أقف عند قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم و ويل لهم مما يكسبون كنت أتأمل في هذه الآية فأشوف كلمة بأيديهم كلمة زايدة ليس لها معنى يعني يكتبون الكتاب طب يكتبون كتاب بإيش أكيد سيكتبوه بأيديهم فما كنت أفهم أن خاصة في ذلك الزمان يعني نحن الآن عندنا الكتابة بالكمبيوتر و لا واحد يقول كلام و يتحول كتابة بس في ذلك الوقت هل كان في شيء كتابة إلا باليد فما فائدتها في الآية أن يقول يكتبون الكتاب لو قال يكتبون الكتاب بدون بأيديهم كانت بالنسبة لي تكفي لكني لما نظرت في كتب التفسير وتكلموا عن هذه المسألة يعني أحيانا الإنسان من جهلة لا يعرف أن هناك معنى وراها النص يقول أن أولئك المحرفين لكلام الله تعالى كتبوه بأيديهم فيه زيادة تشنيع عليهم فيه تقريع و تقبيح لأفعالهم لأنهم قد باشروا هذا الصنع السخيف تغيير آيات الله بأيديهم كان يمكن يقال كتب زيد كتابة في العرب يقولون لو كتب زيد كتابة يكون ما كتب بيده يكون أم لا قال للكاتب عنده أكتب فيقولون كتب عمر إلى فلان عمر ما كتب بنفسه أمر واحد يكتب فهنا الله سبحانه وتعالى يقول لا هؤلاء كتبوا بأيديهم فيه مبالغة في إخفاء الحقيقة حقيقة التزوير فيه مبالغة في إخفاء حقيقة التزوير التي جرت لمخادعة الذين يريدون أن يزوروا عليهم فيه تدليس فيه تلبيس عليهم في أنهم لا يثقون بغيرهم هم لم يأمروا أحدا هم فعلوا بأيديهم من باب السرية أكثر حتى يحفظوا السر فهم فعلوه ثم قالوا هذا من عند الله فيجد ثم يقولون هذا النظم القرآن العظيم يدل على أنهم كانوا يخفون ما يكتبون حتى تمر عليه مدة طويلة شوف كلمة ثم معناها بعد زمن فمعناها فورا ثم إذا في فترة فكتبوا الكتاب وأخفوه فترة طويلة ثم نسبوه إلى الله تعالى فلا يجدون معارضا لصنيعهم لأن الزمن قد تقادم ونسي الناس حقيقة الأمر الأول فهذا من عجائب القرآن من الآيات أيضا التي فيها استعمال دقيق لكلمة معينة طبعا كل الآيات فيها استعمال دقيق لكلمات بس أنا أريد أن أقف على هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير لما نوقف عندها نفكر فيها قال فأمتعه معلوم أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى كما يقولون متع تدل على الكثرة متع يعني كثرة المتع كثرة النعيم فكيف وصف مصدرها بقوله قليلا كيف متع قليلا فأمتعه قليلا فكيف يصف الكثير بالقليل عجيب السبب في ذلك والله أعلم أن الله تعالى يقول مهما أغدق على ابن آدم من نعم الدنيا فهي قليلة بالنظر إلى نهايتها إلى نفاد و فناء و في النهاية هو سيهلك و يرحل عن الدنيا و يترك ما فيها فمهما وصل من الغنى كما يقول الشاعر لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما و ضاق بها الصدر فكثر الفعل بعين صاحب هذا المتاع بينما هو في حقيقته قليل لأنه شيء يتعلق بالدنيا فأي شيء في الدنيا مهما كان كثيرا مهما تمتع به الإنسان فهو قليل إلى جانب نعيم الآخرة و يشبه هذا قوله تعالى و من كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا في الدنيا يعني ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ فهذا من المعاني الجميلة التي الله سبحانه وتعالى يشير فيها مهما وصلتم من متع في الدنيا فهي قليلة و ذلك يصف نعيم الدنيا و متع الدنيا بأنها قليلة من الآيات التي أيضا فيها دقة و كل آيات مرة أخرى بس مما نحب أن نشير إليه قوله تعالى فإذا أمنتم في الآية يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتين فإذا خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون هنا انتبهوا في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا بينما لما أكملها و قال فإذا أمنتم ما قال فإن أمنتم فإن خفتم فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون جاءت إن في حالة الخوف و صلاة الخوف بينما جاءت إذا في حالة الأمن و ذكر الأمن و السبب أن الخوف و صلاة الخوف قليلة الحدوث فيتناسب معها لفظ إن لأن إن شرطية بينما إذا تدل على الاستمرارية للأمن و إطمئنان فلأن الخوف و صلاة الخوف قليلة قال إن بينما لأن الأمان هو الأساس و السلام و الإطمئنان هو الأساس فصارت إذا هل رأيتم مثل هذه الدقة في أي مكان مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل إن شاء الله نور و الطاق الله يشهي الأترى هذا القرآن نور و الطاق نازلت معكم و مع دقة الكلمة القرآنية من الأمثلة الحقيقة التي أذهلتني و هذه ليست من اكتشافاتي هذا مما هو في كتب العلم و البلاغة دقة القرآن في الحديث عن قتل الأولاد الإجهاض يقول الله سبحانه وتعالى عند الحديث عن هذا الإجهاض لا تقتلوا أولادكم يقول تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم و إياهم انتبهوا هنا نحن نرزقكم جاءت نرزقكم أنتم أولا و إياهم جاءت ثانيا خلونا نكمل نحن نرزقكم و إياهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون هنا قدمها نرزقكم و إياهم سنجد في الآية الأخرى نرزقهم و إياكم ليه هنا في هذه الآية جعل سبب قتل الأولاد ما يعيش فيه الآباء من الفقر عائلة فقيرة حملت المرأة فيبدأ الكلام بين الرجل و امرأة و الله احنا فقراء ما نتحمل ما عندنا فخلينا نعمل إجهاض حتى ما يجينا أولاد زيادة لأن ما عندنا رزق فالله سبحانه و تعالى قال لا ممنوع تقتلوا الأولاد ممنوع تعملوا إجهاض بهذا السبب لماذا لأن الله سبحانه و تعالى سيرزق الآباء نحن نرزقكم ثم ذكر بعدهم رزقه الأولاد فقال و إياهم لأن المشكلة هنا هي في قضية الآباء أن الآباء ما عندهم رزق فتأملوا في هذا المعنى قدم الوعد برزق الآباء على رزق الأولاد لأن الخطاب هنا هو للفقراء الفقراء الذين يريدون أن يعملوا إجهاض خشية الرزق فكأن السياق يشعرنا بتشفيع الأولاد في رفع فقر الآباء يعني لو كملتوا أنت خايف أن الله سبحانه و تعالى ما يرزقك سيرزقك بهؤلاء الأولاد فكأنه يقول لهم إنما ترزقون بهم فلا تقتلوهم يمكن لما يأتي هذا الولد هو يكون سبب الرزق فنحن نرزقك و إياهم فلا تقتله إذن الترتيب هنا جاء بالرزق للآباء أولا بينما بخلاف هذا جاء في سورة الإسراء يقول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم و إياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا لاحظ الأولى كانت من إملاق إذن ناس فقراء هنا الحديث عن خشية إملاق إذن هل هم فقراء لا هم ما زال عندهم أموال لكن خايفين من المستقبل خشية إملاق إذن الخطاب في هذه الآية للأغنياء لأن الخوف هنا من شيء لم يقع بعد الإملاق اللي هو الفقر لم يقع بعد خشية إملاق و لذلك قدم الوعد برزق الأولاد على الوعد برزق الآباء فقال نحن نرزقهم و إياكم فتأملوا في هذا المعنى العجيب لما كان الناس في حالة فقر وعدهم هم بالرزق أولا لما هم في حالة غنى و خايفين لو جاء الولد يصيبهم فقر قالوا لا لا تخافوا نرزقهم أنتوا عندكم المال الآن مثل ما يقول الرزق سيأتي معه أختم حلقة اليوم بكلمة عجيبة في القرآن الكريم كلمة ضيزة يقول سبحانه و تعالى في سورة النجم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة كلمة ضيزة هذه فيها استفهام فيها توبيخ فيها سخرية فيها تهكم معنى الآية عجبا لكم يا معشر قريش تجعلون لأنفسكم النوع المحبوب لديكم اللي هم الأولاد الذكور و تجعلون لله عز وجل النوع المذموم في نظركم طبعا ما في فرق بين الذكر و الأنثى عندنا في الإسلام لكن هذه نظرة الكفار فأنتم اخترتم الذكور لأنفسكم و اخترتم الإناث اللي أنتوا تدموهم لله عز وجل تلك إذن قسمة ظالمة جائرة غير عادلة حيث جعلتم لله ما تكرهون يقول حجة الأدب العربي مصطفى صادق الرافع رحمه الله تعالى يقول في القرآن الكريم لفظة غريبة هي من أغرب ما فيه و هي كلمة ضيزة في قوله سبحانه و تعالى تلك إذن قسمة ضيزة يقول هذه الكلمة ما حسنت في كلام قط يعني ما عمرها في واحد عرب يستعملها بشكل جميل كلمة ثقيلة ضيزة إلا في موقعها في القرآن الكريم فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن يعني مع أنها كلمة غريبة لكن جاء موقعها هنا فجعل لفظة جميلة والآية صارت أجمل بوجودها و من أعجب ما استعمل العرب يقول مصطفى صادق الرافعي لو أدرت اللغة العربية يعني لفيت في اللغة العربية ما صلح لهذا الموضع في القرآن في الجملة غير كلمة ضيزة فإنما فاصل الآيات في هذه السورة نهايات الآيات على الألف المقصورة لكم الذكر وله الأنثى ألف مقصورة تلك إذن قسمة ضيزة يقول فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل ركبت مع الفاصلة ثم هي في معرض الإنكار على العرب إذ وردت في ذكر الأصنام فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله مع كراهتهم للبنات و يقول القرآن ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة فكانت غرابة اللفظة تناسب استغراب القرآن من فعل الكفار غريب فعلكم أن تنسبوا لله ما تكرهون و جاءت غرابة اللفظة لتتناسب معها و تعطي المعنى و الفاصلة و الغرابة في لفظة واحدة و لها معاني أخرى لو لا الوقت لتوسعنا فيها مزيد من معاني سحر القرآن في حلقة قادمة إن شاء الله سأدعكم الله السلام عليكم و رحمة الله مزيد من معاني سحر القرآن يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور والضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور والضاح جمال بيانه فينا يروينا و يحيينا جمال بيانه فينا يروينا و يحيينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور والضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور والضاح